في بلد يضج بالفساد، يبدو من النادر أن يقال مسؤول بسبب تورطه في ملفات الفساد وإهدار المال العام. لكن محافظ شبوه فعل ذلك، فقد أصدر المحافظ المعين حديثاً محمد بن عديو أمراً بتوقيف مدير فرع شركة النفط في المحافظة بتهمة اختلاس أموال. ووفقاً لوثيقة القرار، فإن التوقف جاء استناداً إلى مذكرة وكيل نيابة الأموال العامة التي تضمنت أمر إحضار قهري وإيقاف عن العمل بحق مدير فرع الشركة، كونه مطلوباً للتحقيق في واقعة اختلاس مال عام وغش في تحصيل الرسوم. حدث لقرتياحاً واسعاً لدى القوى المختلفة في المحافظة والمتابعين، يبدو أن المحافظ الذي بدأ تحركاته لقص أجنحة الفساد وأسبابه يدرك جيداً ما يفعله. منها قراره بضرورة تفعيل الدور الرقابي، ومنع أي تلاعب بأسعار المشتقات النفطية، وإحالة أي مخالفات إلى القضاء، وهو ما أثمر مباشرة في عدد من القرارات. حيث سبق لقوات الأمن في شبوة أن اعتقل ثلاثة من موظفي شركة النفط، بناء على توجيهات نيابة الأموال العامة بعد تهربهم من الحضور بسبب إدانتهم وتورطهم في قضايا اختلاس وتزوير. خطوات تصحيحية لمحافظ شبوة الجديد، وتحركات فعالة لتعزيز حضور الدولة، لكن كما يبدو أن ذلك لن يمر بسلام. وعلى غير المتوقع حدثت ردة فعل ممن يصفون بلوب الفساد المحيط بدائرة النفط الملتهبة، ففي صنعاء الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي، أعلن مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط، تضامنه مع مدير شركة النفط بمحافظة شبوة المقال، بحجة أن القرار عد تدخلاً سافراً في قرارات قيادة شركة النفط، لكن مؤيدي القرار وصفوها بأنها خطوة في حل حالة ملف الفساد، وتكشف جزءاً من تلاعب ميليشيا الحوثي بأوراق الشرعية.